طبعاً إحنا متابعين الحقيقة اللاعب المسارعة المصري أحمد بغدودة ومتابعين أيضاً اهتمام السيد الرئيس الاهتمام الكبير مش بس عشان هذا اللاعب ولكن هو اهتمام بشكل عام بكل موهوب ومبدع وبيلعب باسم مصر فتنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي استقبلت دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم السيد فؤاد بغدودة والد لاعب المسارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة بمقر الأكاديمية زي ما انتم شايفين هنا في الصورة وطبعاً في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ونقشت معه تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصري والتفاصيل هنا بتعني يعني حيتم الاهتمام بيزاي والاهتمام بالموهبة والاهتمام بالموهبة هنا مش بس اهتمام بالرياضة بكل شيء ممكن يساعده علشان يبدع وعلشان أيضاً يبقى قادر ان هو يحقق الأرقام أو قادر يحقق الرياضة بتاعته وطبعاً الاهتمام مش بس قاسر في الأكاديمية على ناس بعينهم ولكن على الأبطال المصريين كمان بالألعاب المختلفة أبدأ السيد فؤاد بغدودة والد اللعب المصري ساعدته وامتنانه لسيد الرئيس رئيس الجمهورية وتقديره للرعاية المقدمة إلى نجله الحقيقة يعني اهتمام راقي جداً واهتمام جميل أنه سيد الرئيس الحقيقة يهتم بكل مبدع مصري ودي بتدي إشارة بأنه الدولة لا بالعكس يعني الموهوب والمبدع لمكانته لتقديره فإن شاء الله يتم احتواءه ويتم أيضاً الاهتمام بكل المبدعين وهذه الأكاديمية أيضاً الوطنية للتدريب